استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية في مكتب سموه في قصر الوادي سعادة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للجامعات وسعادة السيد حاتم عباس دادباي رئيس الاتحاد البحريني للكريكت وسعادة السيد مناف خالد العاني رئيس الاتحاد البحريني للجنباز وقد حضر اللقاء سمو شيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر ويأتي استقبال سموه لرئيس الاتحاد الرياضي البحريني للجامعات ورئيس الاتحاد البحريني للجنباز ورئيس الاتحاد البحريني للكريكت في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية والرياضيين على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة في سبيل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع الرياضي في المملكة حيث أكد سموه خلال الاستقبال على الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاتحادات لتحقيق أمال وطموحات منتس بها من أجل الوصول إلى التطوير المنشود بعدها اطلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية التي ستنفذها الاتحادات خلال الفترة المقبلة حثا سموه رؤساء الاتحادات لمواصلة الجهود لتطوير وارتقاء الألعاب الرياضية من جانبهم عبر رؤساء الاتحادات عن شكرهم وتقديرهم الكبير لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مشهدين بالجهود المميزة التي يبذلها سموه والتي تصب في مصلحة النهوض بالحركة الرياضية في مملكة البحرين مشيرين إلى أن الاتحادات وضعت نصب عينها العمل على تنفيذ كل ما يتماشى مع السياسات التي رسمتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير الرياضات ودعم مسيرتها عبر رفع مستوى الكوادر الإدارية والفنية وتوسيع قاعدتها من أجل مستقبل أفضل لهذه الألعاب الرياضية طبعا شرف نحن اليوم بمقابلة سمو الشيخ خالد مقابلته مع الاتحادات الرياضية وكاننا نحن ننتظر طبعا للمقابلة عدنا الاستراتيجية عدناها عدنا بشكل عام كل الأمور التي تخص رياضة الجامعات وإن شاء الله اليوم بكل شرف نعرضها على سمو الشيخ خالد ونحصل على التوجيه والدعم المعنوي من سموه وأيضا نتطلع بتوجيهاته بالنسبة حق مستقبل الاتحاد عندنا بعض الاستراتيجيات للمرحلة الجاية للثلاث إلى خمس سنوات الجاية نعرضها على سموه نحصل مباركته وإحنا صراحة يعني إحنا والجامعات نيابة عنهم وطالبات الجامعات في مملكة البحرين كلنا نشكر سموه على وقته وعلى أيتاحته الفرصة لأننا نحن نتقدم له ونعرض له التجربة هذه الحديثة في مملكة البحرين وإن شاء الله تكون بداية مباركة وتكون إن شاء الله في السنوات القادمة نشوف ثمار هذا الاجتماع اليوم إن شاء الله بغين نشكر سموه الشيخ خالد بن حمد على ثقة الغالية نحن 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 نكون على أكبر جهد إن شاء الله نحب نشكر سموه الشيخ خالد على تحته به الفرصة هذه اللي تشرفنا بمقابلته ونتطلع إلى العمل وتوجيهاته طبعا من توجيهات إن شاء الله الإنجازات هيا ودعم المتواصل كلنا إن شاء الله معنوياتنا عالية لتطوير لعبة الجنباض في البحرين ونتمنى اللعبة هذه تتطور زيادة في البحرين اشتركوا في القناة